وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 464 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 162 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 49 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 111 طن وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 705 قضايا من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للموصفات